كم يبدو العالم خائفا ومذعورا ومحتارا من ذلك الوباء القاتل كورونا الذي يصيب الرئتين فيعرقل التنفس وقد يؤدي إلى الموت وعلى ذات الأمر أسقط المتظاهرون في العراق واقع بلدهم كورونا سياسية على هيئة أحزاب أخذت البلد من حفرة إلى هاوية منذ 16 عاما والهاوية الجديدة التي تنتظر العراق تحدث عنها معحد بروكينغز للدراسات السياسية فقال إن البلاد على حافة هاوية ويعيش أسوأ أزماته السياسية والاقتصادية بسبب إصرار الطبقة الحاكمة على البقاء في السلطة وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين قدموا آلاف الشهداء والضحايا لتغيير النظام السياسي وطرد الأحزاب الموالية للخارج حوى تقرير المعحد على نظرة تشاؤمية بتوقعه بقاء النظام القائم على المحاصصة كما هو بسبب حرص الأحزاب على احتكار السلطة وتعزيز قبضتها على موارد الدولة لضمان الاستمرار في جدلية المال والسلاح طالب المعحد بتحرك دولي على نحو سريع لدعم ثورة التشرين والدفع من أجل إصلاح الدولة في العراق كما شدد المعحد على ضرورة عدم الاكتفاء بمحاربة تنظيم الدولة وتوسيع استراتيجية التحالف الدولي لتشمل تغيير الواقع السياسي في العراق الذي مهد الظروف لظهور تنظيم الدولة وزيادة التهديدات الإيرانية حديث بروكينغز لم يكن الأول ولا الأخير فقد بات الحال في العراق أنموذجا شاخصا لفشل الدولة بل ألا دولة وقد ينعد مناظيره في العالم أحزاب تتصارع فيما بينها وميليشيات تزداد تغولا يوما بعد آخر وشعب مقهور خرج مغاضبا لستة أشهر واجه فيها قمعا ودموية صدمت العالم ترك ليواجهها وحده بينما وقف المجتمع الدولي يتفرج وحدهم العراقيون هم القادرون على التغيير ووحده الشارع الذي باستطاعته قلب المعادلة فللأحزاب التي رشحت الزرفي وللميليشيات التي رفضتها بمقدورها كبح جماح الشعب إن أراد يوما الحياة وقاوم لأجل ذلك